بحضور الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين ممثلي جمعيات المجتمع المدني ومندوبي الحارات والمربعات وعمد بلديات انجمينة العشرة ترأست الأمين العام لمندوبية انجمينة السيدة فيرغوران جرباروم الملتقى التنويري والتشاوري حول إصلاح مؤسسات الدولة العامة تقرير محمد عبدالله هارون برما الملتقى التشاوري والتفاكري الذي ضم الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وعمد بلديات انجمينة وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية والوهد الوطنية باعتبار ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي وبعد مناقشات ومداولات التي دارت مع كافة الأطياف المشاركة جمعت الأراء والملاحظات والمساهمات والاقتراحات في مختلف المجالات للإصلاح كالنظام البرلماني والنهض بالمرأة والشباب والإصلاح القضائي ومراجعة النصوص التي لها أثر على الهريات العامة وكذا عادت تنظيم المؤسسات الكبرى والإصلاحات الأخرى الرامية إلى تعزيز الأمن والوحدة الوطنية والاستقرار والحكوم الرشيد وخالص الملتقى بالموافقة على تطبيق كافة المطالب وتقليص أدد أقاليم البلاد إلى 14 إقليما